اشتركوا في القناة الاهل والوصل دور الستاشر لكأس زايد للبطولة العربية وضيف مهم جيد شعيز اقول عليه ضيف لان دايما الاخوة الاماراتيين هم من اصحاب الدار وهم طبعا في بلدهم مصر مرحب بحارس المرمى الكبير كابتن حسن اسماعيل تحياتي لك وتحيات قناة الناد الاهلي حارس مرمى الوصل والشرق والمتخب الاماراتي يا مرحبتي يا كابتن نمسي عليك جميعا وعلى بلدنا احنا دايما نقول بلدنا مصر ما نقولش يعني بلدنا التاني أول ما دخلت يقولي انا زعلان منك قلت لك قولي طف زعلان في ايه يعني احنا نقول الامارات مصر دا ولا واحدة ونتيزة المباراة بكرة يعني بذلك قولتنا موجودين في الامارات بلدنا التاني قولت موجودين في الامارات بلدنا ايوه الامارات بلدنا ومصر بلدنا ده شعور واحساس متبادل لا طبعا ها شعور متبادل ونحن لا ننسى فضل أخواننا المصريين علينا هم اللي علمونا ومهنسين وطباء ونحن دال فضل علمنا الله رحمة المغفور له الشيخ زايد رحمة الله على الشيخ زايد وأنا بشكولك على الهدية وهذا الشعار اللي نحن طالت إن شاء الله مطش يرضى الطرفين بكرة وفرحة للجميع سواء من فائز أو ما فيش خاسر نلتقي بأخواننا وشقاننا نادي الأهلي اللي هم نادي كبير ومباراة مرتقبة إن شاء الله حنتكلم فيها في التقرير مباراة قرية قدم ولكنها مباراة بتأخذ طابع المنافسة والبطولة في كاس زايد لأبطال العرب الأهلي والوصل مباراة الزهاب نتيجة إيجابية لفرقة الوصل خارج ملعبه 2-2 مباراة الغد هي مباراة مهمة الأهلي عنده بعض الأزمات وخاصة خروجه من البطولة الأفلاقية في النهاية أمام الترجي ونتيجة الزهاب ليست بنتيجة جيدة ومباراة الغد تعد بطولة ومباراة صعبة وفقا لما قاله كابتن علاء ميهوب والأستاذ خالد دراندال رئيس بعثة النادي الأهلي قال لك مباراة مصرية لنادي الأهلي شوف هي مصرية للفريقين أهمية المباراة بالنسبة لنادي الوصل للمباراة أنك تحمل اسم واحد يعني مغفور له شيخ زايد غالي علينا جميعا ومباراة مهمة طبعا بالنسبة لنادي الوصل لكن أنا أشوف نادي الأهلي أهمية المباراة زادت بعد خسارة النهاية الدام الترجي والمباراة صعوبة أن هذه تحت الضغط نادي الأهلي عاوز يسعد جماهيرة ويستعيد الثقة زي ما قال كابتن علاء في المباراة دي عساس دي مفتاح عودة للمصارات لنادي الأهلي في الفترة الليهاية طبعا الضغط كبير على نادي الأهلي نادي الوصل استعد لمباراة جيدا نادي الأهلي بعد خروج مثل ما قلنا أراح بعض اللعيب ودخل في دوامه واليوم الضغط على اللعيب وعلى الجهاز الفني كبير وخاصة مدرب نادي الأهلي لأن اليوم نحن شفنا التمرين قبل الأخير لمدرب نادي الأهلي كان صوت عادي جدا وهذا ما تعودنا على مدرب نادي الأهلي إذن هو المدرب تحت الضغط كبير هذه نتيجة الضغط كبير إن شاء الله مباراة تحضر فيها المتعة ستكون جماهرية طبعا الواصل لقمور كبير في الأمراك والله يشوف زي نادي الأهلي لبطولات في مصر وعلى أفريقيا نادي الوصل ونادي الشارك كانوا هم الفريقين ونادي العين طبعا ما نسام أصحاب البطولات الكبيرة في دور الخليج العربي في المهارات اليوم يعني مباراة الأهلي أنا يعني والوصل إذا الأهلي رجع لأسلوبه اللي متعودين فيه من ناحية الفنية الأهلي هتكون له كلمة لكن إذا رجع استمر على أسلوبه الحالي هتكون مباراة هتكون صعبة شايفك بتكلم مع الكابتن علاء ميهوب وهو خارج وبتقول له يعني أنت ما جاوبتش على السؤال اللي أنا كنت عايزك تجاوب عليه أن الأهلي بلعب الكرة الطولية بلعب الكرة تقصد ده أنا أقصد ده الأهلي دايما متعودين عليه الأهلي كان يتعب الفقرة الثانية على مستوى أفريقيا وعلى كل البطولات التي شارك فيها كان يمتلك طول المباراة الكرة كان هو اللي دايما مفتاح المباراة أنت الفقرة تاني بلعب الكرة دايما زي دل وايتمانستر ستيمة يعني نفس الحكاية فالأسلوب ده كان أسلوب نادي الأهلي في الفترة الأخيرة لقينا الأهلي تخلى عن هذا الأسلوب وهاي نتيزة طبيعية يمكن قلنا للأصابات لكن مهما كانت الأصابات ما تخلاش عن أسلوب انت شايف كوة أسلوب الأهلي كانت في كورته القسيرة في الباص في الاستحواز في الامتلاك هاي كانت ميزة نادي الأهلي مع التنظيم الدفاعي لنادي الأهلي يعني ياما الأهلي في موسم واحد أو حتى دور كامل كان 12 هدف اليوم نحن في ثلاث مباراة 12 هدف إذا المنظومة الدفاعية في نادي الأهلي محتاجة إلى مراجعة خاصة يعني في الحالات الدفاعية في حالات اللعبة في حالات الدفاع لقين الكوار العرضية أصبحت مشكلة في نادي الأهلي فعلاجة طبعا هم عارفين نادي الأهلي كيف وأنا دخلت على المباراة على طول ونسيت الشكر بالسلام للكبتن محمود الخطيب على نجاح العملية وإن شاء الله يعود لقيادة القلعة الأهلاوية للانتصارات اللي عودتنا القلعة الأهلاوية دايما تحققها في المحافة الأفريقية والدولية شكرا كابتن حسن وكيد إن شاء الله كابتن يرجع بألف سلامة بعد نجاح العملية الجراحية كابتن حسن كيف هيرى الوصل لفريق الأهلي زي الإدارة الفنية في الوصل بتنظر على فرقة النادي الأهلي خاصة إنها محقاة نتيجة إيجابية في مباراة الزي شوفوا أنا اشتغلت مع كابتن حسن العبدولي في المنطقة بالأول معه سبع سنوات كان هو مساعد كابتن مهدي وكنت أنا مدرب الحراس سبع سنوات أنا عارف كابتن حسن ونادي الوصل عاطي أهمية كبرى لنادي المباراة وليه أهمية نادي الأهلي أنا قلت لك الوصل محظر كويس للمباراة لكن مش ناسي القيمة الفنية العالية نادي الأهلي واسم نادي الأهلي الكبير في حضور هذه البطولات طبعا الأسلوب لن يختلف عن الأسلوب اللي بدأ فيه مباراة في مصر هنا في اسكندرية هو التنظيم الدفاعي والاعتماد على الكرات المرتدة اللي هو أصلا يمتاز فيها وجود ليما وكايو في الهجمات المرتدة حيلعب بثلاث محاورة شيء طبيعي الدفاع اللي هم لعيبة المنتخب الموجودين اللي هو كابتن خميس اسماعيل اللعب المنتخب الأول خبره الطويلة ومع علي سالمين شيء طبيعي اليوم علي السالمين من اللعيب الصغار اللي تألقوا ونضموا المنتخب وأولا مستجل هدف مباراة المنتخب ضد اليمن والذية فالمحاورة الدفاعية هي في وسط الميدان هي لها تكون مفتاح الفوز أو التعادل أو نتيجة إيجابية لنادي الوصل الأهلي إذا الشيط الأول لم يسجل هدف سجل هدف سجل هدف ستكون هي بتكون حظوظها أقوى لكن إذا لم يسجل هدف ستكون صعوبة أكثر لأنها سيزداد الضغط لأن لعيبة أصلا هم حاليا تحت الضغط بعد خسارة الترجي واليوم اللعيبة في حالة صعبة محتاجين ثقة محتاجين فوز هي ثقة طبعا ساعات يمكن الحظ ما يحالف في مباراة لكن مباراة اللعقبة تحتاج إلى يعني أنت عشان تفوز وتأخذ الحظ ده عوز مجهود عالي أنت تكون تحت الضغط عشان تظهر كل أمكانيات كل لعيبة اللعبة دي يوم لعيبة خبرة يعني يعني يمكن أنا سمعت الآراء أن اللهلي لعب في مط ترجي تحت الضغط لا لعبة اللهلي متعودين لعبون تحت الضغط مزبوط لعبة كبار وكل حيات لعبة كرة قدم الضغط القانب الثاني الواصل هو الأيوة تحت الضغط لأن لعبة مش القيمة الفنية لعبة يعني هل رغم النتيجة الإيجابية اللي حقاها الواصل خارج ملعبه هل نتيجة الواصل تحت ضغط في مواجهة الغد هو طبعا يعني يمكن ضغطة أقل من نادي لأن الواصل مخسر شي حاجة بالعكس حتى نتائج إيجابية في كاس الخليج العربي فاز وبعد نتيجته مع النادي تغيرت حتى نتيجه وخذ دفعة في كاس الخليج العربي وحتى كان المدرب كان مؤقت دلوقتي تم أخذ الثقة خذ الثقة وتم تجديد لآخر الموسم شيء إيجابي شيء ثاني مبارتين اللي لعبهم قبل المطصر الأهلي اللي حيلعبه بكرة فاز على دبع واحد صور وفاز على نتيجة على دبع على أربعة اثنين وعلى عجمان واحد صور خذ تقالي زيادة استرجاع لي ميزة التهديف مرة ثانية اللي فقدها في بداية الدوري ما كان موفق فيها اليوم ورجعت له فطبعا هاي إيجابية نادي الوصل في المبارك يعني الوصل في أفضل حالته هذا الموسم لو قلنا كده هنقول مش أفضل لكن هذا الموسم ما أقولش على صارع هذا الموسم حاليا أفضل أفضل يعني مستوى وجاهزية حاليا في هذا التوقيت ثقة عند اللعبين ثقة عند الموديل الفني العبدولي يخدوا المباراة ازاي هل هيلعب على ملعبه أوبن جيم مباراة مفتوحة ولا يبقى عنده نوع من التحفز لأنه المباراة لو مشت في سكة التعادل ولا تبقى المصلحته شوف أنا أتمنى ما يغلط غلطة نادي الأهلي أيام قدام الترجع أنا دائما بذكرك في النتيجة هاي وأذكر جماعي كرة القدم اليوم أهم حاجة أنك تمتلك الكرة ما تفقد الكرة لأن السحواذ لأن السحواذ هو السلاحة الفريق الثاني ما يعداش بدون كرة ما يعداش يلعب كرة ولا سيسجل عليه هو حيث طبعا كابتا حسن عارف مكانات نادي الله هلعب نفس الطريقة اللعبها هيلعب بطريقة أعتقد أربعة خمسة واحد التنظيم الدفاعي موجود ويستغل الهجمات المرتدة التعادل طبعا في صالح في حالة واحد واحد في صالح وفي أمور إيجابية المهم ما يستجلش عليه هدف في الممارس يعني هيبقى نوع من التحفز ولكن هيلعب كرة والعادية وعنده حذر وده طبيعي شي طبيعي هو طبيعي يكون الحذر موجود في المباراة وحيلعب بالأسطوبة هو عارف قيمة نادي الوصل قيمة نادي الأهلي اليوم يعني قيمة فنية وعارف اليوم الضغط اللي في نادي الأهلي وياه عكس المباراة اللي كانت في إسكندرية ما كانتش عنده ضغط كبير لأنه كان يفكر في نهاية أفريقية لكن اليوم هذي يعني مثل ما نقول مفتاح السعادة المطشدة يعني الصعودة لللاعبين والجهاز الفني وجماهر اللهدي لازم يرضي جمهور اللهدي يعني يعني في حالة خسارة اللهدي هذه المباراة أعتقد في صطمة كبيرة هتكون هتكون تغيرات زي ما نسمع في الوسط الرياضي الناس كثيرة مش راضية على العمل الفني للفريق المدربة فريق في الفترة الأخيرة خاصة المباراة خالة الأمور تختلف رغم أن الراجل ماشي في الفترة اللي فاتح بشكل كويس هي عالم كرة القدم كده يعني أنت في حالة أنك فايز ما حدش هيتكلم لكن في حالة الخسار دائما الشماعة الأولى في عالم التدريب هو المدرب الجهاز الفني طبعا زي ما أنت قلت الجهاز الفني والمدرب النهاردة بيتعاملوا في تدريب بنوع من الحماس المباراة دي ميستر كيرترون قال لهم هي مباراة تعانوك زجاجة واثق فيكو تقدروا تكسبو ما في الشك أن ميستر كيرترون وفرقة النادل تلعب بشكل إيجابي وبشكل وخاصة الوصل يعني عدم السنة الماضية كانت عنده مشكلة كبيرة في الخط الدفاع مما السلع النادي نتعاقد مع اللاعب أجنابي اللاعب الكوري ومش مقدم السلعات كبيرة يعني ترضى الجماعة لكن أقول لك هي دائما اللعبة تكلم على منظومة المنظومة إذا كانت مترابطة في الملعب هي أساس النجاح أتمنى تكون بكرا المنظومة مترابطة كلعيبة وسط ولعيبة مدافعين هي هتكون النجاح لنادي الوصف أكيد كل مدير فني شايف من وجهة نظره أنه عنده الإمكانات العدي بالمباراة ولكن البداية اللي أنا كنت أقول لك أن النادي الأهلي محتاج للمباراة ومحتاج للمكسب قلتلي والوصل أيضا محتاج للمباراة ومحتاج للمكسب خاصة بعد النتيجة الإيجابية ماشي كويس الإمارات فريق الوصل وفي ظل الشكل الإيجابي اللي الأهلي عايز يظهر به كيف ترى المباراة على المستوى الفني هتكون ماشية بالشكل القوي هل هنستمتع من بدايتها هل الحذر اللي هيفرضه نادي الوصل هيأثر على الشكل الفني في البداية ولا هتمشي ازاي مع بداية شوف أنا أتمنىها من وجهة نظري أن نادي الوصل يبتدي مباراة في تبطئة اللعب دائما يهدي يهدي الأمور يهدي الأمور وخاصة في العشرين دقيقة الأولى وأنا أحس أن اعتماد المدرب سيكون على أساس أن يبطي اللعب بس يعني هذا الأسلوب طبعا يعتمد على الأدوات الموجودة سواء أدواته هو في نادي الوصل ولعيبة رد الفعل اللي يعملون نادي الاهلي أنا متوقع نادي الاهلي حيبتدي باللعب الضغط يضغط عشان يطلع من حالة الضغط الموجودة فيها فهذا شيء متوقع والمدربين عاملين هالحساب يمكن نتيجة الضغط البدري يولد فراغات في حالة دفاعية واليوم قلنا حالة دفاعية في نادي الاهلي فيها بعض الأخطار فيها بعض الأخطار خاصة وجوز سرعة ومهارة كاية وليمة في الهجمات المرتدة ستعمل ألاء كبير لنادي الاهلي يعني الآراء الممكن في المارات أو الشارع أو الوسط الرياضي متفائلة لكن في الترشيحات الأغلبية ترشع نادي الاهلي على اسم ومكانة نادي الاهلي الفنية على مستوى الوطن الشارع الأمارات الطبيعي يكون عنده تفائل من حالة النشوة اللي يمر بها فريق الوصل من الأداء اللي أداه في برج العرب من حالة التراجع اللي موجودة وخروج النادي الأهلي من بطول الأفريقية فطبيعي يبقى عند هذا أشياء هل ترى أن الضغوط اللي على النادي الأهلي ربما تكون ضغوط إيجابية أمام الوصل ولا أنت شايفها ضغوط سلبي والله هي إيجابية أنا أشوفها إيجابية إن اليوم يعني أنت دلوقتي ما عندكش حاجة تخسرها عندك مطش واحد ومباراة الكؤوس فيعني التركيز كون عالي بالنسبة لي أنا قلت لك خبرة لعيبة اللهلي تطلع من الضغط الخبرة المتواجدة عندك في لعبة اللهلي لعبة خبرات فتطلع من حيات الضغط بتكون إيجابية لأن اليوم عارف أن هذه المباراة بالنسبة لي يعني يمكن قيمة الوصل عندي يمكن أقل من القيم أن اليوم حلعب ضد الوصل أنا كلاعب عندي قيمتي الكبيرة حقدم مستوى ثاني حدا اليوم في الوطن العربي وجماهر النادي الأهلي بر ونادي الأهلي متعاود يلعب على الضغوطات وينجح في الضغوطات مع المباراة الأخيرة طبعا فعاوز يسعد جمهورة جمهورة اللي في مصر وفي الأمارات فأعتقد المباراة ستكون يعني النادي الوصل النادي الوصل صعبة وأسهل لنادي الأهلي صعبة على الوصل سهلة للأهلي صحيح هذا واقع فني هذا واقع من خبرة الفريقين من عناصر الكفاءة الموجودة أنا مقلل من قيمة لعيبة نادي الوصل ولا شيء لكن هذه اليوم الخبرة المتواجهة في نادي الأهلي وقيمة نادي القرن نادي الأهلي اليوم لها يعني باع طويل في المباراة لكن هي مباراة الكوس لا يعترف فيها في بعض الحالات يعني مباراة الكوس داي تطلع عن المألوب زي ما طلعت في المطش اللي هنا الناس كنا يعني راضين بالتعادل قبل المباراة يعني من نتيجة واحد صفر قبل المباراة لكن في المباراة واقع المباراة حكم شيء ثاني كرة قدم كرة عجيبة زي ما دنمارك برع كاس أمام أوروبا وتدخل وتأخذ بطولة فدي كرة القدم بطالة العالم في ألمانيا تطلع تطلع بخسارة مدلة وعلى فريق أسيوي يعني دا 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 عالم كرة نحن نحب كرة القدم حسنا مفاجعة كرة القدم أتمنى البكرة تكون مفاجعة لنا الأماراتية ونحقق نتيجة إيجابية وفي الحالتين لنا إيجابية طبعا من الطبيعي أنك تكون عندك المفاجأة الإيجابية للجانب الأماراتي ولكن زي ما أنت قلت النادي الأهلي الدوفع دي كلها بتبقى بالنسبة له إيجابية والنادي الأهلي هو الأقرب للفوز غدا وفقا لكلامك ولكن هدف واحد يغير الأمور يعني إذا أحرز النادي الأهلي هدف تغير طريقة وأداء نادي الوصل حتى لو كان بلعب بشكل متحفز يبدأ المباراة أو الفلين اللعبه مباراة مفتوحة أنا قلتلك أنا مش عاوز الوصل يغلط نفس غلطة نادي الأهلي غلطة نادي الأهلي في مطشو مع الترجي من وجهة نظري أن اليوم كان معتمد أن أنا أخرج بالتعادل لكن لو أخذ زمام المباراة يعني من بدايتها وكانت الظروف مهيئة في نفس المطش أنا من وجهة نظري شوفت أنه مهيئة كان الأهلي لأنه كان الضغطات عليه بالترجي كانت أكبر كان يعني مش عاوز يغلط الغلطة دي عاوز يأخذ المبادرة من بداية المباراة مع أن قلتلك اللاهلي حيتقى الضغط لكن طبيعي طبيعي أنا محتاج المباراة محتاج المكسف فبالتالي هنزل ألعب يعني هجوم ضغط من البداية من على حدود جزاء المنافس صحيح الحذر سيكون أهم شي أنا قلت يعني نقبة الحصول على الكرة وعدم فقدها دي نقبة المفروض يركز عليها كابتن حسن العبدولي وأعتقد الأهلي دي ميز فإذا تخلى عن الميزة دي ستكون مباراة صعبا قوة الفريقين بتكمن في الخطوط الهجومية للفريقين وبعض القصور بيكمن في الجانب الخالفي للفريقين ده نوع من التكافؤ ولكن على أرضية الملعب شايف الهجوم البرازيلي اللي بيمثل الوصل هيعمل إيه مع دفعتنا دلقاتي والله نشوف هم لعبين مميزين يعني اليوم لي موقاي ومن اللعب مميزة ولا ننسى دور اللعب البرازيلي الفابي ولكن التمييز دايما يكون لعيب الثالين دايما هذير يعتمدون على المحاولات الفردية إذا نجح في المحاولات الفردية حيمثلون خطورة كبيرة على نادي الأهلي الأهلي دايما عرفنا الأهلي برأس الحرب الهداف افتقد الأهلي رأس الحرب الهداف يعني رأس الحرب السابت اللي بتلاعب عليه الأفرات اللي وقف في السندوق كان عماد متعب وكان سام حسان وحمد بلال يعني أنا قلت حاول لستة كبيرة ومش عاوز الاحترام كل النجوم اللي مروا عنها الأهلي دا كان اللاعب دا اللازم اللاهلي يبحث عليه اليوم وجود أزارو طبعا لاعب كبير أزارو اليوم أعتقد أزارو مش هيشارك في اللقاء زي ما سمعنا يعني هيشارك مش هيشارك الموم طبعا من دور وطبعا لعب مبارح أزارو مبراء مع المنتخب المغربي أمام المنتخب التونسي وإدر المنتخب المغربي يكسب هدف وبالاتفاق مع مستر كارتلون الموديل الفني لمنتخب المغرب شاركه خمسة واربعية دي أشوط واحد بس عساسي يعيد الحال الفني اللي أنا ما لعبش بمرش الترجي وشي جاب وطبعا لعب طبعا مهم وافتقد الأهلي في النهاية اللعب دا يعني أنا دائما بميز وقول دا يعني نفس سلوب حسام حسن بيعرف يستغل التغراك بين قلبين الدفاع وقلبين الدفاع دي مشكلة نادي الوصل ونادي الأهلي المشكلة دي العمق الدفاعي للفريقين فيها المشكلة فأزاروا دا الحل اللي هناك لكن حتى يعني نادي الوصل ما عندهش رأس حربة يلعب على كايو وليما متحركين دائما هم بتحركات من وسط الملعب على طراف كايو وليما يتقفل عليهم ازاي يتلاعب عليهم ازاي والله يا كابتن دا سر من أسرار الكرة الوصل من هقولك هتقفل على الأهل ازاي برضه يعني أنا أعدي لك السؤال لا لا أنا شوف يعني كايو وليما عندهم حلول فردية لكن أهم حاجة أنه ما توصلهم مش الكرة يعني ما توصلهم الكرة إلا في حالات يعني أتخلي على طراف لكن أنا عندي مشكلة في الوسط فخلي استلم يعني بين عمقين الدفاع أو على راس الثمنتاش وفي ميزة يعني في نادي الوصل معروفة كرات الثابت اللي على الثمنتاش إذا أي أخطاء هنا حالات خطرة مش عاوز أقول يعني اليوم حرص المنتخب الشناوي ويمكن الناس حملت الشناوي شوي بعد الأخطاء لكن يعني عالم حرص مرمى في لقاء مع الكابتن أحمد شبير كان يتكلم ويؤكد أن الشناوي حارس مرمى الأو الأهلي هو حارس منتخب مصر الأول في هذا التوقيت وحارس مميز جدا صحيح يعني يعني فيه تألة فيه أكثر من حارس لكن يمكن بالنسبة الحالة الفنية دلوقتي الكابتن أحمد شناوي مش حالة اللي هي يعني 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 في كاس عالم كان أحمد شناوي في المستوى العالي جدا بس حاليا الأخطاء اللي تحصل يمكن يعني كابتن أحمد شناوي لازم يطلع منها يعني كيد فيه بعض الأخطاء بتبقى ولكن برضا مع الكلام أن الخطأ عندما يتكرر يقى فيه مشكلة لما طالما خطأ بتعالجه بتبقى الأمور أفضل صحيح يعني أنا عرفت أن الله لي ما عندهش وقت تلوقتي يعالج لكن التطوير أنا قلتلك الأخطاء تحصل من الضغط النفسي الضغط اللي حصل الترجي حتى بمورات المنتقب كان فيه تأثير واضح يعني يمكن كانت كابتن فكري صالح ونتكلم من أخش أخطاء اللي حصلت في المباراة والخطأ كنت بتتنايش مع مين أه كنت بتتنايش مع مين مع كابتن فكري صالح طبعا طب قول ألو ألو قول ألو ألو كابتن فكري ألو يا كابتن حسن تنور الدنيا كلها وكابتن أهاب القبيب نورنا كابتن فكري صالح مش عقول بقى عميد مدربين حراس المرمى ولا يعني الأب الروحي للتدريب حراسة المرمى في مصر ولا المدرب الكبير اللي مشرفنا في المؤتمرات والإفنتات العالمية وخاصة الدورة الكبيرة كانت موجودة في هولندا أكلم عليك كلام كتير مش هقدر كابتن فكري أتكلم أدي لك حقك ولكن أدي لك ترحيبك شرفني ومنوارني وتحياتي وتحياتي الكابتن حسن إسماعيل ربما يا حديد كابتن آيب أولا أنا أشكر قناة الأهل العظيمة شرف العظيم لي أن أكون ممتاحة في قناة الأهل ومتاح الإعلام الفطير المختار اللي تحاول أجد سياسة ده الشرف لينا الشرف لينا كابتن والله طبعا أبل أتكلم عن الكابتن حسن طبعا ألف مليون سلامة على سطور مصر كلها كابتن أحمد الخطير ويرجع بهالك الزلامة عشان يقدر يقوم بجميع الزهان القلعة العريقة العظيمة كابتن حسن اسماعيل يعني من الشخصيات هو جرات ولكن قصد القلعة الله يرحمه الله يرحمه بشجراء المضو الخطير والمحد مضو الجواري نعم معذكرات هناك لما يتبناش راجل يعني ما شاء الله كله وعلم وكنت عال في تنوبة العمليقة استعين دي ولكن الصدوصة سمعتش فكان لازم يستعين بهذه الخبرات كبيرة وزائد ان هو محاضر جاوية على نوعات جدا فانستفيد ان شاء الله في بلد وفي شغل الثانية اللي أنا أقول في أل ان هو يحمل خلق بفتري تماما وفعلا كابتن فكري في البداية قال انا انت بتقول لك كابتن علامة يهوب بالاهل موجود في بلد وتال لا دي بلدكم ودي بلدنا على طول كده تماما كابتن اهان لانه شخصية عظيمة كده يحب مصر بشكل عظيم يتكلم في كل مكان سواء في مصر أو في مباراة في أي حتة حتى بعض أي بلشات كاركية يقول لك انتو اللي علمتون يعني الشخصية انا بتمنى بتمنى ان هذه الشخصية تاخد حقها في مصر لانها يعني قائد من الشخصيات اللي انا بعتقدت ديها كابتن كأف كتير تقع الرسيط الله خليك فكري يعني احنا ما منقولش ده ده فضل وده ده حقيقة يعني واحد اللي بينكر فضل الناس عليه ده ملوش يعني موجود انتو اصحاب فضل علينا وقلتنا بداية اللقاء يعني احنا تعلمنا على ايدكم المهندسين من تعلمون رياضيين انا لسه بقولك مبارح يعني كابتن احمد رفعت كان مدرس تربية رياضية ومدربي في النادي يعني كان كابتن ابراهيم عبدالصامد كان كابتن احمد علي خليل والكبات ويكن حسين الله رحمه لان دول هم ربونا ويعلمونا ننكر الحاجات دي ده صعب احنا والله رحمه شيخ زايد ذكر الكلام ده وصى ولاده على الحاجة دي واحنا ولاد شيخ زايد ولاد مصر كابتن حزن كابتن حزن المتعلق الشيخ زايد رحمه الله عليه رحمه جميع المصري ومرة اتن يعني انا مش عايزة كابتن يابي صهرك انت عندك صور في حراس البرم عاقين يستفيد سيبرتك وعلمك ان شاء الله اللي هتبدأ بالفكرة ويسوف الحاج ويعني انا تعيد في تكتنا بسيطة للقلعة الحمراء ورغم انت طبعا اصلاوي وخلص خلبك بما ان تتصل بساعة مصري فخلبك اهلاوي انا فرحان في اي نتيجة كابتن انا قلت الفرحان لأي نتيجة في النهاية الفريقين يمثلون بلدي انا عارف والله يا كابتن حسن ويعني انت يعني على حظ كثير ان انت اصاب اعلامي كثير قدير على تحفر وقت تحياتي يا كابتن والله اعلامي على توا قدير فيك وده حقيقة يعني شكرا كابتن الحلقة كلها جديدة انا مستم تعب تحياتي لك كابتن والكلام اللي بوله كابتن حسن اي فرقة تكسب لاثنين من بلدي والله الواحد يعني بياشعر من الكلام ده يعني اي فرقة تكسب لاثنين من بلدي اعتقد يعني ربيت خير ربيت زايد والشعب الاماراتي المحترم اللي بنكون له كل احترام فضل 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 مع ميستر سنة ونصر هذا الهدير الاسباني من افضل المدرددين اللي انا يفتهم في حياتي بعد كابتن محمود وبيعرف في العادة التأثير ومعا الجهاد على الاعلى في السور كابتن فضل كمان اذن عديدي وراجل يعني ما شاء الله يتمنى التوتيق لهذا الجهاد وعشان لا تشتي بغوط عطبية لكي شهاد اظام الله ابو دير كاني خادير جدا انا اشتغلت مدت سنة مالين فاند انت مستر كارترون فكان في عمد الثالث الاهل نقطة واحدة نقطة واحدة بالزبط 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 لكن انت شايف ان مستر كارترون بتعرض لبعض الاراء او التقارير الصحفية والفنية او السوشيال الميديا شاف ان هذا الهجوم يعني غير مبرر على شخصية مستر كارترون لا ببيت طالب وانا حبيت ادينه حقه امام الله تماما باني ما تعملت معاه سهر والله شهرين انا تعملت معاه سنة وست شهور شهور بانا حبيت على أعلى مستوى هذا أمهار الله كابتن فكري أكيد شهادة مهمة وتوقيتها مهم خليني برده أخد رؤيتك لمباراة الغد بين النادي الأهلي والواصل كابتن أهاب النادي الأهلي علمني أنه في المواقف الصعبة كي بعد الثالث قصر القصير ودور كده في إرجاع فلاش باج جميع المواقف الصعبة جدا نظبوط نجد المواقف الصعبة جدا إنه يبتل الإنسان المقصر العظيم اللي هو عبر جدا راجب كل الصروف اللي كنا عدتنا وقدر يعبط كذلك المواقف الصعبة جدا 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 أنا متأكد وهذا التأكد من قلب كلاما إن النادي الأهلي هي عدد في العقبة والعقبات القادمة تمانية منهم لأنه يلعب في إسم مصر الآن أنا قلبي كله وراء التادي الآن حتى يمتع مصر والعالم العرب في المباراة بالنسيجة إن شاء الله حتى يصال طيب كابتن حسن عايزي أسألك قدر كابتن هو في الحالتين العشاء عليك سواء فاز الأهلي ولا فاز نادي الوصل في الحالتين العشاء عليك يعني النسبة اللي تديها المطش الأهلي كام والوصل كام أنت خبير فني وأبوكا حنكون في الدورة رغم كابتن حسن رغم تحليل حضرتك كابتن حسن وهو تحليل الضغوص على المادي الأهلي من المادي الوصل من المادي الوصل سيجب كويسة من المادي الوصل في جهاز فنو كل الأمور عجب المادي الأهلي ولكن المادي الأهلي عويش الحاجات دي يتبقى للفيدو على الأقل كاملين في المادي بالنسبة لي أنا شخصيا 30% الوصل كاملين في المادي والله النسبة أنا كابتن كاتبها بالماغل هنا يعني 80% الأهلي و20% الوصل مش تقليلا لكن الواقع يفرض علينا والمعطيات والخبرة الدولية اللي عايبتناها دين أهلي لا كابتن حسن عايز أقول كتبها فضل يا كابتن فضل يا كابتن إننا إحنا زي ما كنت الحسن عارف شيخ مدربي عدري لك يقول علي شيخ مدربي أوروبا بعت مثالة بعد مؤطمر اللي كانت في أولندا مؤطمر تاول طبعا تريد خراص الفرما وده عمل يعني كبيرة في عملات خراص الفرما فقعت قال لي يعني شرر معظم جدا اللي أن أنا تعرفت الشخصية ورح تجد بيجن فتين ريج بتوين طوايا يعني يعني دايما كنت يا رمضين ميزة الكابتن حسن إنه بيقرر مدين السطور أنا وهو من عينين يعني أنا متعد ومفتر في حاجة حيجي تاكلام أمامك وهو كلام حق دايما متعد تفصر أنا وكابتن حسن دمت التبطير وقل لي والله هذا التفتيت كان عندي اللي أنت أيض فإني زي ما أرش حضرتك فيه هو ألف بقرر إنه فعلا ألف أضي جميل أتمنى إنه ربنا يسيلي في العمر نقدر تسيلي من الخبرات الكابتن حسن هي بعانك توأما معايا لكل البرج بالعكس يعني كابتن فكري صراحة يعني ممكن أول حقا أنت فخر للمدربين في الوطن العربي كله والدورة الدولية التي تعملت في هولندا دورة دي عندنا في الإمارات وفي الخليج وكل مكان صدها يعني والاهتمام اللي كان الإعلامي ليها واللي تنشر في الصحف والإعلام عندنا تكتب عندنا وانا اليوم عندنا كفاءة تدريبية بمستوى كابتن فكري صالح أنا ما جاملش التاريخ بيش فإحنا لنستفيد منك إن شاء الله أتمنى يعني أنا مش ما أعمل دعاية للدورة لكن الدورة للاستفادة العلم إن شاء الله حتكون بعدك بكرة يعني الدورة وفيه آخر ما توصل كاسل على 2018 ومشرفين لمشروع الحراس وحقات إن شاء الله نستفادة من كابتن فكري أنا كمحاضرة أستفيد من كابتن وخبرة كابتن فكري والناس الموجودة أتمنى الحضور يكون بعدها للاستفادة طبعا حضر الاستفادة يعني كابتن فكري صالح تاريخك بيتكلم عنك كابتن فكري صالح تشرف وقيمة قامة لرياضة المصرية والرياضة العربية والرياضة الأفريقية وأكيد طبعا دورة كبيرة جدا في هولندا سماعة بشكل تفضل دايما القيمة في الوسطة الرياضي القيمة في ryاضة المصرية تفضل طبعا يا كابتن فكري يعني مش هقوله عليك بقاء شيخ مشايخ تدريب حراسة المرمو في الوطن العربي لكن هقول رمز التدريب حراسة المرمو في الوطن العربي شكرا لك كابتن فكري شرفتني ونورتني وسعيد لأن اتكلمت معك طبعا كلام مهم لا صراحة يعني كابتن فكري صراحة لنا الفخر يعني كنا في في سور هي طبعا طبعا كابتن طبعا الاهلاوي الكبير جوزيح وكابتن فكري صالح في عمس كانوا في استقبالي في الفندق ويعني ده منكرم اهلي في مصر لك علاقة مع ميستر مانو الجوزيح كذا زي ما هي مع كابتن فكري صالح والله شوف انا دائما يعني دائما تلاقى في بهو الفندق دائما ونتكلم وانا اتكلم شوية لغة برتغالية فبتكلم معاه طبعا ومدرب قدير ومعروف وكل شيء وكنا نتكلم عن قبل كاس العالم منتخب حضوض منتخب البرتغال في كاس العالم فدائما مناقشات لكن العلاقة القوية القوية طبعا مع كابتن فكري صالح قيمة كبيرة او كابتن تكلي صالح طبعا نشوف مدربين في مصر فيها مدربين كبار وكابتن فكري يعني اليوم احنا ليه ما نستفاد سواء في مصر او في الوطن العربي بعمل لجنة فنية لحراس المرمى اليوم لما تلاحظ نسب كاس العالم في 2018 وعملية التنظيم الدفاعي بين حارس المرمى ومين اللي بيعمل التنظيم الدفاعي حارس المرمى واليوم احنا في الوطن العربي حنقول يعني قليلين مش هنقول متخلفين مع ان انا اقول متخلفين يعني دايما لكني ركعين لان اليوم البين بيعمل المنظومة الدفاعية لأينا لما لاحظنا معايشات مع الفرقة الوروبية لأينا مدرب الحراس هو بيعمل التنظيم الدفاعي وخاصة في الحالات الثابتة وحالات اللعبة الحقيقية الموجودة دس في الوطن العربي طيب في المطش مين بيسير المنظومة الدفاعية اذا حرقع لك على مطش حارس المرمى حارس المرمى اذا ما كانش مدرب الحراس عند العلم ده وعلم حارس المرمى وتعامل فعلي في التمرين مش في المطش النهاردة حالة ما بيلعب بأخر لاعب بيلعب برقله وبيطلع بيتعامل والله يا كبنا هتشوف النسب زي اللعب يشوف في كرواتيا وليه يخذوا حارس بلجيكا أفضل حارس في كاس عالم بالنسب الموجودة طبعا فالأمور دي فيها علم أتمنى إن شاء الله نقدم شوي ببسيط من هذا العلم اللي بيحضرون في الدورة إن شاء الله وزي ما قلنا يعني مطس الأهلي والوصل مطس أنا بشكرك على كلامك وعلى روحك وطبيعتك وده اللي بنعاده من كل إخواتنا في الإمارات والروح الحلوة اللي بين المصريين والإماراتيين وإنك بعيدها لك تاني بتقول أي فرقة تكسب لتنين بلدي يعني ده حاجة بصراحة يعني أنا مش قادر أعبر لك عن الجواية وعني إحساسي لما أنت قلت الجملة دي والله كبت أنا بقول الحقيقة ما بقاميش يعني أنا بقالي يعني أنا أول مرة قيت مصر تسعة وثمانين وحضرت مطس تسعين اللي بين هولندا ومصر وكنت ساكن في العبور مع زمايلي ونزلنا نحتفل في القول وفاكر الشعار اللي تقال بتقول لي بس ولا غيره ده حسام ما فيش غيره ونزلنا يعني احتفالات اللي عملنا ده حب مصر في دمنا وده زرع من الناس الطيبة اللي قدت عندنا في الإمارات يعني دي حضرت يعني يقولك المصريين عشريين تتعاشر معاهم ليه من طيبتهم طيبين للطيبات واللوقت معاك بعد بسرعة لكن أخيرا لو حابب تقول أي حاجة عن الماتشة أو أي حاجة عايزة أقولها أبل ما أشكره أول شي أشكر بلدي مصر على الاستضافة وقناة اللي أهلي بالذات ده شرف لي كبير إنه اليوم أكون في قلعة وقناة الأهلي ده شرف كبير وأنا تشرفت فيه ده وسام على صدري أتمنى إن شاء الله يعني مصر يكون ذا قيمة فنية بعيدا عن الفريقين فايزين زي ما قلنا وإن شاء الله بعد الماتش بيوم ممكن أجي أهنيكم أو أهني نفسي على الموقع ابتن حسن إسماعيل حارس مرمى الواصل والشرق ومتخب الامراطي والمدرب والخبير والمحاضر الأسيوي شكورك على وجودك معنا شكرا لك كبتن على الحوار الجيد ويعني صراحة ما شاء الله عليك تعلم من أعلام شكرا لك شكرا لحضرتك وأختم بكلمتك الأهلي كسب الواصلي كسب لاثنين من بلد واحدة زي ما قال الكابتن حسن دي مش هتكون آخر حواراتنا النهاردة بعد الفاصل في حوار مهم جدا وإذن مننا محمد سعيد وكابتن عمر الحبيب اشتركوا في القناة